موسيقى مشاهدين سلام الله عليكم أهلا بكم إلى أحداث الأسبوع وفي عدد اليوم رئيس الجمهورية سيد عبد المجيد تبون يعرف عن فخره واحتزازه بمستوى تنظيم دولة قطر الشقيقة لمنافسة كأس العالم 2022 لدى حضوره حفل افتتاح هذا الحدث الكروي العالمي القمة والاستثنائية السبعة عشر للاتحاد الإفريقي الجزائر تؤكد بنيامي استعدادها الكامل والتزامها بالانخراط في المساعي المشتركة ودعمها لتعزيز الصناعة والتصنيع في القارة الإفريقية الجزائر تشدد أيضا على ضرورة وضع نموذج اقتصادي جديد يتماشى والواقع الإفريقي وإعداد استراتيجية صناعية شاملة تراعي قدرات كل بلد وفي المجال الطاقوي التوقيع على بروتوكولي الجزائر بين الجمعيات المتوسطية والمغاربية للطاقة تحت شعار الربط الكهربائي في حوض المتوسط عامل للتكامل الإقليمي ومحفز للانتقال الطاقوي أهلا بكم مجددا مشاهدين نفصل في كل هذه المحاور مع الدكاترة الكرام حيث أسعد اليوم باستضافة الدكتورة أمال حاجة أستاذة العلوم السياسية والعلاقات الدولية أهلا بك دكتورة أهلا وسهلا مرحبا يسعدني كذلك أن أرحب بالخبير الاقتصادي المهتم بالشأن الطاقوي الدكتور أحمد طرطار أهلا بك دكتور مرحبا أهلا وسهلا مرحبا أسعد كذلك باستضافة المحلل الاقتصادي الدكتور إسحاق خرشي أهلا بك دكتور شكرا دعوة وتحية الأستاذين الكريمين مرحبا إذن دكتور حاجة أبدأ معك نقاش اليوم رئيس الجمهورية حضر حفل افتتاح مونديال 2022 بقطر وأشاد بمستوى التنظيم العالي الذي شهدته هذه تظاهرة الكروية العالمية يعني رغم غياب المنتخب الوطني عن هذا المونديال فعلا أستاذة ليديا تمنينا لو أن فريقنا الوطني كان حاضرا ولكن الجزائر كانت حاضرة بأعلى سلطة فيها وهي سيادة رئيس الجمهورية بالإضافة إلى المشجعين كذلك الذين انتقلوا إلى قطر رئيس الجمهورية دائما كما عودنا بشجاعة مواقفه وبوضوح رؤاه كان داعما قويا لقطر في تنظيمها لهذه التظاهر العالمية رغم الكثير مما قيل وقيل حول الكثير من المواضيع التي لا تمت لا للهوية العربية ولا الإسلامية بصلة فكان دعمه واضحا يعني صريحا على وسائل الإعلام بصفة مباشرة وهي كذلك حلقة تضاف إلى حلقة التعاون الإيجابي والمثمر بين الدولتين بين قطر والجزائر التي وصلت مستويات عالية من التوافق في المواقف وكذلك في التعاون الإيجابي كانت أولا الولي عهد أو صاحب السمو في قطر كذلك هو حذر للألعاب البحر الأبيض المتوسط وكان من أول الحاضرين إذن كان دعمه للجزائر سباقا كذلك كان حاضرا في قمة العربية بالجزائر قمة الجزائر وكذلك تحدثنا في الأسبوع الفارطة عن مشروع التعاون فيما يخص المستشفى الجزائري القطري إذن هناك حلقات تعاون متواصلة وتستفيد إلى مستويات أعلى وأسمى من التعاون الإيجابي وهذا ما نره في مستقبلا دكتور ترطار يعني الجزائر وقطر توافق سياسي وشراكة استراتيجية واعدة من خلال مختلف هذه الشراكات التي تشهدها الجزائر اليوم وقطر نعم هو بالفعل الشريك القطري شريك واعد وشريكة أولا لمستقية وأعتقد أنه حتى في الظروف التي كنا مرنا نباح في تسعيلات قرر ماضي كان أب الأمير الحالي كان وصل هنا للجزائر واستقبل أيضا في قطر الرئيس الأسبق زروال اللي تقول بخير وأبدأ نوع من التعاون الاقتصادي وسياسي ونقدر هذا هو اللي أثمر الآن هذه العلاقات الاقتصادية المتميزة الآن بين قطر والجزائر وكذلك تنسيق المواقف أعتقد بل السيد الرئيس في زيارته لقطر وأمير قطر في زيارته لجزائر ثم منذ بدأت المشكلة القائمة بين الجيران قطر أو ما سمي بمحاولة محاصلة قطر كان موقف جزائر موقف ثابت وبالتالي قبلت تجزائر فيها البلاء الحسن في تقريب وجهة نظر بمعيد الشقيقة الكويت في آل ذلك ثم بعد ذلك تطورت هذه إلى شركات اقتصادية واعدة مثل شركة في الحديد والصلب في جيجل والآن كما أسلفت الزميلة بناء المستشفى أيضا لهو مشترك بينهم وبين ألمانيا كذلك وحاولت بعث وهذه أيضا من المشاريع الكبرى الواعدة بعث شركة للألبان والحليب في منطقة الجنوب الشرقي الجنوب الغربي بالأحراء وهذه كلها في الحقيقة تنمى على مدى صدقية القطر في التعامل الإيجابي مع الجزائر وأيضا مدى صدقية الجزائر في التعامل مع قطر وبالتالي هناك تنسيق لمواقف دولية هناك تنسيق لمواقف عربية هناك تنسيق وتشاور كبير بين الدولتين وكذلك استثمارات واعدة في الأفق كما ذكر الدكتور طرطان هلالك أفاق واعدة للشراكة بين الجزائر والقطر وحضور سيد رئيس الجمهورية في افتتاح مونديال 2022 والتقائه بعدد كبير من قادة الدول العربية وحتى العالمية في هذه المناسبة هذا ينم الرؤية الواسعة للجزائر اليوم لتنويع شراكاتها وتوسيعها وأيضا هذا يدل أيضا على أن الجزائر اليوم تستعيد مكانتها الطبيعية إقليميا ودوليا كذلك دكتور أولا نحن أيضا نعتز ونفتخر بدولة قطر ومشتوى التنظيم المحكم لأنه هذا أكبر حدث رياضي في العالم العالمي وبعده تأتي العابة الأولمبية طبعا الرئيس كان متواجد في قطر وهي زيارة ثانية بعد ما كان فيه زيارة في شهر فبري 2020 ونفس الشيء كان فيه زيارتين لأميدورة قطر نعم في الألعاب المتوسطية والقيمة العربية فهناك إشارات قد يلتقطها المستثمرين أو المصدرين بخصوص يعني نوع العلاقات الموجودة ما بين قطر والجزائر لأنه لما تكون فيه زيارة دولة أو رئيس يزور دولة مرتين في السنة والرئيس الثاني أيضا يزور الدولة الثانية لأمير قطر نحو الدزائر فهذا يعطي إشارات إطمئنان إشارات ثقة للمستثمرين حتى أنهم يتوجهوا لهذه الدولة من أجل استثمار لأنه في الغالب التوافق السياسي حول مختلف القضايا الراهنة في الغالب يؤدي إلى تعاون اقتصادي رئيس التقى مع الزعامة والقادة العرب للمرة الثانية في نفس الشهر في نظرهم بعد أن التقى بهم هنا في الجزائر طبعا لا يكتمل الأمر إلا بحضور الرئيس الذي جمعه ولما شمل العرب هنا في الجزائر فهذا الظهور رئيس الجمهورية في القطر هو نوع من نوع من القوة الناعمة التي تدخل في صلب عمل وأهم ركيزة في السياسة الخارجية للجزائر بعد أن نستطيع أن نفصل أكثر أكثر في نوعية هذه الشراكات وأفاقها مستقبل دكتورة حجة الجزائر في الكمة العربية عاملت على التضامن العربي المشترك وتضامنت مع قطر في هذه المرة في مسألة التحضير للمونديال من جهة وأيضا من مسألة الدعم الدوحة التي تعرضت في الأولى الأخيرة إلى حملة هجمات واسعة من مختلف الدول لمحاولة سحب تنظيم المونديال من قطر الجزائر كانت حاضرة وأبدت موقفها من هذا وهذا في ظل هذا التضامن العربي المشترك التي كانت تدعو إليه الجزائر دائما وأكدته في القمة العربية الأخيرة فعلا توجه الدولة الجزائرية نحو التكامل والتعاضد العربي واضح ولا غبار عليه انطلاقا من التاريخ إلى غاية آخر قمة عربية وهي قمة الجزائر الجزائر لم تبخل لا بجهدها ولا بتصريحاتها سواء على الصعيد الدبلوماسي أو الإعلامي دعما لدولة قطر بما أنها الدولة العربية الوحيدة للتي احتضنت كأس العالم وهذا حدث تاريخي جدا أن تصل دولة عربية لاحتضاني مثل هذا التظاهرة فهو شيء جميل جدا صحيح أن تزامنت اللحظات الأخيرة للإعلان عن الانطلاق للمونديال بموجة مدوجزة كبيرة حول بعض القضايا التي تعتبر بعيدا نوعا ما عن هويتنا العربية والإسلامية كان استعملت كورقة من أجل الضغط على قطر للتشويش عليها في تنظيمها للمونديال وضرب كذلك الهوية العربية في الصميم فالجزائر مواقفها دائما تكون واضحة صريحة داعمة لكل من شأنه أن يقوي الدول العربية أكثر فأكثر وقطر بطبيعة الحال العلاقات أكثر منها جيدة هي ممتازة فمن الطبيعي أن تقف الجزائر إلى جوار قطر في دعمها لإحتضان هذه التظاهرة كما أن قطر كذلك تعرف وزن الجزائر كقوة يمكن لها أن تحدث يعني الفارق عندما تدخل بدعمها أو بمواقفها و بوزنها و بوزنها كذلك إذن فالتكامل من الجهتين هناك تكامل ذو وجهين أو متزن سواء من الناحية القطرية أو الجزائرية دكتور تلطر يعني تبعنا أيضا أن رئيس الجمهورية كانت له العديد من اللقاءات خلال حفل افتتاح هذا المونديال مدى أهمية أن يلتقي رئيس الجمهورية بهذا الكم الكبير يعني من قادة دول يعني العديد من الدول العالم هو في الحقيقة أول ملاحظة كانت واضحة للعيان هو محاولة يعني إلغاء ما كان دائرا سابقا حول القمة العربية من خلال التقاءه المباشر والمتميز مع ولي العهد السعودي وتلك اللقطات الجيدة التي بثتها كل ترويزيونات العالم وهذا ينم على أنه لا ضغينا للجزائر تجاهها الإخوة العرب سواء حضروا الكم أو من يحضروا سواء كانت أسبابهم وهي أو صحيحة في الحقيقة يعني كان نوع من التعاطي الإيجابي مع الشركاء وجميع الشركاء العرب وهذا ما يخلي الجزائر دائما عندها مكانتها المرموقة والمكانتها المتميزة لدى الأشقاء العرب أو حتى لدى بقية الدول الأخرى سواء في القارة الإفريقية أو في القارة الأساوية أو حتى مع شركاء البحر المتوسط وهو القارة الأوروبية إذن هذه في الحقيقة تنم على مدى سعة أفق الجزائر بعملية استقطاب الآخر دائما وبدن ومحاولة لم الشمل ونحن نعرف باللي قامتها الجميع العربية كان أصل دايدا وهو لم الشمل فأعتقد الجزائر ما زالت مسارية في هذا وهي طرأس الآن القمى العربية لي ومن نسيها وبالتالي ما زالت في سياق أولا منهجها منذ ثورة وثانيا سياستها الواضحة المعلومة فيما يتعلق بهذه الأمور وثالثا تكريس ما انبثق عن جميع الدول العربية دكتور خرشي نتحلت قليلا ربما في دقيقة أو دقيقة ونصف عن آفاق الرحبة التي اليوم تشهدها العلاقات الجزائرية القطرية لما تكون هناك إرادة سياسية واضحة وتطمح إلى أن توسع هذه العلاقات إلى أي مدى يمكن أن تصل هذه الشركة؟ إلى مدى كبير وذات بعد استراتيجي لأن التوافق السياسي في الغالب دائما يؤدي إلى التعاون الاقتصادي قطر دولة غازية بدرجة كبيرة المتوقع هو أنه في 2026 ستصبح أكبر منتج للغاز وأكبر مصدر الغاز خاصة للغاز جيانا يعني الغاز الموسى الذي يتم نقله عبر البواخر وهذا الغاز سعره مرتفع مهم بالنسبة للجزائر أن تنتقل تدريجيا إلى هذا النموذج لأننا نعتمد كبير على النموذج الروسي الذي يعتمد على ضخ الغاز في الأنابيب وليكون سعره تقريبا ما يعني منخفض مقارنة بالغاز الموسى فالتوافق السياسي ممكن أنه يؤدي بناء إلى التعاون الاقتصادي خاصة في هذا المجال لأنه قطاع استراتيجي وهناك يعني نقدروا نقولوا شيء بأزمة طاقة أو هناك أزمة طاقة يعني حاليا موجودة فتعاون مع قطر بغض النظر عن القطاعات الأخرى يعني المستشفى القطري أو في القطاعات الصناعية الأخرى لكن القطاع الاستراتيجي هذا مهم أننا نبدأ في التفكير في حقد مذاكرة التفاهم وشاركة ما بين الشركة الصناتراك والشركة القطاري خاصة فيما يخص الغاز الموسى ونأمل أن هذه الشركات تتوسع إلى أكثر مئن مجال وننتقل إلى محورنا الثاني وهو اقتصادي أيضا بامتياز لكن بعد هذا الفاصل ومحورنا الثاني يتعلق بمشاركة الوزير الأول ممثلا لرئيس الجمهورية في القمة الاستثنائية 17 للاتحاد الإفريقي حول التصنيع وتنوع الاقتصادي ومنطقة التبادل الحر الإفريقية وأعود إليك دكتور ترطار يعني الجزائر حاضرة دائما في إفريقيا واليوم مع هذا القمة الاستثنائية للاتحاد الإفريقي التي كانت اقتصادية بامتياز وتعلق الأمر حول التصنيع والتنوع الاقتصادي ومنطقة التبادل الحر الإفريقية وسنفصل في هذه النقاط يعني أن تتواجد الجزائر في إفريقيا بقوانين جديدة بثقالها اليوم بمقوماتها الاقتصادية الجديدة برؤيتها الجديدة بالرغم أنها كانت دائما حاضرة في إفريقيا لكن مهم جدا أن تكون الجزائر حاضرة وهي تتقوى داخليا نعم الجزائر في ظل هذه الظروف الدولية الراهنة أيضا في ظل المستجدات ما بعد سوري 2020 في الحقيقة الجزائر الآن تتبوى مكانة إيجابية في العمق الأفريقي وفي بقية العالم سورة عامة هذا العمق في الحقيقة أعطاها توهج جديد بعد ما كانت الجزائر في الحقيقة حاضرة سابقا سواء من خلال طريق الوحدة الأفريقية ولا من خلال استقطاب القوى الثورية المختلفة هنا في الجزائر يعني منذ الاستقلال إلى يوم النسي هذا أيضا من خلال التعاون وتوقع السورة الأطراك في العمق الأفريقي شفناها توقعت مع نيجيريا توقعت مع سودان توقعت مع نيجيريا توقعت مع كثير من الدول وعطتها من التجربة السابقة حتى قبل وصولها إلى مرحلتها الحالية وتبوبها المكانة 12 في الشركة الدولية أعتقد هذا كله أعطاء إمكانية أكثر طبعا نحن من الدول الأوال الذين خلجوا فكرة نيبال وبالتالي هذه امتداد للأفكار التي جاءت في نيبال وبالتالي الآن الانتحاد الإفريقي يأخذ هذه المبادرة مبادرة إيجابية يعني هو امتداد لمنظمة الوحدة الإفريقية التي كانت في الجزائر لها كلمتها فيها منذ إنشاءها نعم الانتحاد الافريقي هو تعبير جديد على المنظمة الوحدة الإفريقية والتي قبلت فيها جزائر البلع الهاسن في الجنب السياسي في الجنب الاقتصادي في بقية جهوم الأخرى الآن في ظل طرح الجديد طرح الاقتصادي المحض تجد جزير نفسها في الحقيقة بوابة لأفريقيا مجددا وليس في المجال الأخرى لكن في المجال الاقتصادي شفنا بالتعاون مع نيجيريا من خلال المشروع الواعد اللي هو الغاز العبر للصحراء واللي راحها فالحقيقة يمتد على 4000 كم وبالتالي يعطي دافعية لأفريقيا جميعا سواء مرتبطة بالنيجر للمنتج ولا بنجيري المنتج ولا بالنيجر المارة عليه ولا بالجزائر وبالتالي تستفيد منه هذه الدول الثلاثة شفنا التوغل في ليبيا الشقيقة وبعطي برحة دول الأفريقية أيضا ونقل ترسانة صناعية وترسانة تجارية كل لشقيقة ليبيا توغل صورة صنقاز أيضا عدد ليبيا ولد بعض دول الأفريقية الأخرى شفنا توغل من هنا في الجنب الثاني صوبة الشقيقة موريطانية وفتح المعابر مع موريطانيا وفتح طريق جديد يمكن يوصلنا حتى البحر سينيغال إذن كل هذه المواطنية كأن الجزائر تحضر نفسها لقيادة أفريقيا في المجال الاقتصاد وهو مكانتها الطبيعية نستطيع القول بالنظر لكل المقومات التي تمتلكها الجزائر اليوم دكتور خرشي لما نتحدث عن هذه القمة الاستثنائية والتي أرادت أن تخصص موضوعها حول التصنيع والتنوع الاقتصادي الجزائر كانت لها مقاربة واضحة يعني هي مقاربة قديمة تتجدد بمعطيات جديدة وبرؤية ربما جديدة والجزائر هذه المرة من خلال الوزير الأول أكدت أن استعدادها الكامل والتزامها أيضا بالانخراط في المساعي المشتركة ودعمها أيضا لتعزيز الصناعة والتصنيع في القارة الإفريقية يعني لو ممكن أن نتحدث عن إمكانية أن يكون هذا الطرح صحيح في ظل كل المعطيات المتوفرة في القارة الإفريقية لما نشوفوا أهداف هذه القمة هناك تقريبا عشر أهداف فرعيين ولكن هناك هدف رئيسي نعم الهدف الأول هو ما هي أجندات التصنيع كيف يمكن أن ندعم الصناعات في إفريقيا والبناء التحتية حتى تصبح لها يعني لبعض الدول في مختلف الصناعات كيف يمكن أن تصبح هذه الصناعات أكثر قدرة على مواجهة التحديات المستقبلية وحالة اللايقين أزمة طاقة أزمة مناخ أزمات اقتصادية أزمات مالية أزمة مجاعة أم الغذائي يعني مسألة تطرح بقوة أيضا نعم فالقمة تبحث في هذا المحور الجزائر تمتلك تجربة ناجحة في هذا المحور بشهد الصندوق النقد الدولي الذي وضح في آخر تقارير له بأن الجزائر أصبحت أكثر قدرة على الصمود وتصدي للأزمات المستقبلية بالنظر إلى بداية عملية التنويع الاقتصادي بالنظر الأرقام المقدمة صادات خاص قطاع المحلوقات ميزان تجاري إلى غير ذلك ثم الهدف الثاني هو تسريع تصنيع بعد الجائحة لأن الجائحة ضربت بقوة إفريقيا خاصة أنه اللقاحات ما كانتش كافية إلى غير ذلك فتجارة تراجعت والصناعة في حد ذاتها تراجعت فالآن في هذه القمة يبحثون عن كيفية إعادة بعث الصناعات كيفية إعادة إنعاش مؤسسات صغيرة ومتوسطة التي أثرت عليها الجائحات تركت ندوب اقتصادية مستدامة الزائر أيضا لها تجربة ناجحة في هذا المجال بشهاد الصندوق النقد الدولي الذي أوضح بأنه مختلف القطاعات الاقتصادية قطاع الصناعة الحادير قطاع الصناعة الناسيج في تروكوميا كل القطاعات تقريبا رجعت إلى مستوى 2019 يعني مستوى ما قبل الجائحة فهنا الجزائر يمكن أن تقدم تجربتها نحن نذكره لما قمنا بإعفاء بعض المؤسسات من الدفع الضرائب أو الغرامات التأخير تأجيل دفع اشتراكات الضمان الاجتماعي إعادة هيكلة وجدولة بعض ديون مؤسسات صغيرة هذه تجربة من نسبة الجزائر تقدر تقترحها على مستوى هذه القمة والنقطة الثالثة الجزائر يعني نبقى في هذه النقطة قبل أن تنتقل إلى النقطة الثانية أن الجزائر أكدت على أهمية ونجاعة المؤسسات المتوسطة والصغيرة لدى طرحها لهذا الموضوع وتجربتها خلال هذه القمة بالفعل أن العديد من الدول الإفريقية يعتمدوا على المؤسسات المصغرة في شكل تعاونيات وفي شكل فلاحين صغار يعتمدوا شك كبير على القطاع الزراعي القطاعات العائلة فأولا أزمة الغذاء يعني أثرت على مردية يوم أزمة الغذاء المناخ نعم أثرت على مردية يوم لذلك عندها تجربة في هذا الماجل قلنا بشهادة صندوق النقد الدولي وبشهادة الأرقام الرسمية ثم التحدي الثالث هو إعادة بعث وتفعيل بشكل عملي منطقة تجارة الحرة الإفريقية من أجل توسيع عدد السلاع والبضاع التي يعني فيها نسب ضاربة مخفضة أو رسوم مقارنة بالسلاع الأخرى حتى نمر إلى الاتحاد الجمركي فيما بعد فمشاركة الوزير الأول يعني يعطي حضور للجزائر في إفريقيا بأننا نعم نحن متواجدين هنا خاصة أنه على هامش هذه القمة كان فيها معارف في البيزنس تو بيزنس في البيزنس تو جوفرمت يعني شركات أعمال تقدم خدمات للحكومة وللحكومات وليس فاق الحكومة وكان في وزير تجارة ووزير صناعة مهم أيضا أن نوضح للأفريق بأننا نمتلك معابر حدودية نمتلك 12 ولاية حدودية مع إفريقيا بدينا فتح خط البحري نحو السينيغال نحو موريطانيا كما تفضل الأستاذ أمبو عبر الصحراء طريق عبر الصحراء حتى خطوط نقل جوي بدينا نفتحون نحو أيضا إفريقيا مهم أن نوضح للأفريق بأن الجزاء أيضا مهتمة بإفريقيا حتى نرفع نسبة التبالي التجاري أنه في هذا الأساس الآن هو نرفع نسبة التبالي التجاري مع دول جوار مالي النيجيرس سينيغال وغيرها هذا الطرح الذي قدمه الدكتور خرشي الدكتورة حجر الجزاء لما تنخرط في أي عمل تنخرط بمعطيات واقعية بمعطيات صحيحة وأيضا من بين الأمور التي ركزت عليها في هذا المؤتمر ضرورة وضع نموذج اقتصادي جديد يتماشى والواقع الإفريقي وهذا الطرح واقعي بقدر كبير ما مدى أهمية أن نعمل بواقعية وأن نعمل من خلال المعطيات المتوفرة ميدانيا فعلا بالحديث عن أولا الجزائر وإفريقيا وهذه قناعة أن الجزائر موقعها ومكانها الطبيعي هو في إفريقيا انتماءها الجغرافي وامتدادها وكذلك تقاسمها حدود واسعة وشاسعة مع إفريقيا يجعل من إمكانية التكامل أو لو جسد التكامل على أصوله يكون مثمر وفعال جدا على كل الدول الإفريقية والجزائر بحكم كل المقاومات التي تملكها لأننا من استقرار سياسي واستقرار اقتصادي وكذلك راحة مالية ونسيج اقتصادي معقول يعني ويتميز بحد معين من القوة نعم الإضافة إلى البنى التحتية التي سخرتها الدولة الجزائرية كل هذا يؤهلها أن تكون أحد صانعي هذه الاستراتيجية وأحد القائمين عليها نقدر نقول لك الجزائر وجنوب إفريقيا دولتان قويتان إحداهما في الشمال والثانية في الجنوب من الممكن أن تصنع هذا النموذج المتميز للتكامل بالنظر إلى أن الدول الإفريقية ليست متشابهة لا من العحية السياسية ولا الاقتصادية ولا الاجتماعية نعم فيه دول ما زالت تعاني من صعوبة تحصيل الاستقرار السياسي فيه دول رغم قوة الإمكانيات المادية أو الطبيعية التي تملكها لم تتحصل بعد على سيادة استغلالها ما زالت يد المستعمرات السابقة مهيمنة على هذه الثروات نعم الكثير من التحديات تجعل من رهان خلق هذه الاستراتيجية صعب ولكنه ممكن جدا والجزائر يمكن لها أن يكون لها الدور الأساسي والفاعل ليست كمشارك كراسم لهذه الاستراتيجية وكن منفذ لها وكقائم لعملية التكامل هذه بين الدول لأن الجزائر بالحديث عن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة دعيني أقول هذه نقطة مهمة جدا أن الدولة الجزائرية تعتبر نموذج اقتصادي قائم بحد ذاته لا يوجد في إفريقيا دولة مثل الجزائر قدمت وجهزت للاقتصاد مثل ما تقدمه الجزائر اليوم وفق هذه الرؤية الاقتصادية من تسهيلات من بناة تحتية من إعادة النظر في قانون الاستثمار كثير من الأمور يبقى نقطة واحدة فقط أن الجزائر يجب عليها تعزيز رقمنت منظومة الضرائب وكذلك إدماج القطاع الغير رسمي في القطاع الرسمي بالحديث عن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لو ندخل في عمق الجزائر نجد أنه 50% تقريبا من الاقتصاد الجزائري ينشط في القطاع الغير رسمي نتحدث عن مؤسسات صغيرة جدا صغيرة والمتوسطة التي تحقق أموال وتحقق أرباح على ظهر الدولة وفي المقابل لا تساهم في حركية الاقتصاد هذا من الضروري على الدولة الجزائرية أن تحكم قبضتها على مثل هذه الطفيليات على الاقتصاد لأنه من غير المعقول الدولة الجزائرية تستثمر كل هذه الإمكانية ونزيد لك نقطة أخيرة نقطة أخيرة هذه مهمة جدا بالعودة إلى قضية تأمين إفريقيا من ثلث جوانب عندنا تأمين الطاقي لإفريقيا والتأمين المائي والتأمين الغذائي بالرجوع إلى الطاقة أتدرينا سيدة ليديا أن الجزائر تدعم أسعار الكهرباء وهذه المؤسسات التي تكون يعني تنشط في الخفاء تستعمل الكهرباء المدعمة بسعر رمزي من أجل تحقيق ثروات لا تستفيد من نتائجها الدولة الجزائرية وبالتالي يعني من أجل إعطاء الشفافية وإعداد خارطة وطنية لكل المؤسسات التي تنشط في الجزائر يكفي فقط الرجوع إلى مؤسسات سونالغاز والبحث في من هم العائلات أو الأماكن التي تستغل أكثر شيء الكهرباء لذلك يعني فتجدينها أنها كلها مؤسسات صغيرة جدا صغيرة ومتوسطة تنشط في إطار غير رسمي وبعدها يقول لك الدولة الجزائرية أين هي وإنما يعني ما قدمته الجزائر هذا مهم جدا أن أتحدث اليوم على مسألة الرقمنة والرقابة الميدانية ربما في هذا الطرح أسأل الدكتور ترطار أن الجزائر من خلال ما قدمته الدكتورة يعني كان هناك طرح لمقاربة جزائرية تقول بأنه كمرحلة أولى يجب تطوير الصناعات الغذائية وضمان الطاقة كانطلاقة لربما شركات أخرى وربما يعني انفتاح أكثر للقطاعات الأخرى لماذا تحديدا الصناعات الغذائية والصناعات التقاوية والطاقة بسرعة ما لماذا لأن الآن أفريقيا بعد محاولة يعني يفكر ارتباطها مع المستعمر وما يجري الآن في الساحل هو في هذا الصياق ما يجري في بونغي هو في هذا الصياق ما يجري في كثير من الدول هو محاولة يعني ضحف نقدر نقول بقايا الاستعمار القديم وسيطرته على كثير من منابع الثروة في كثير من الدول اللي هي أفريقية والتي تظهر في الحقيقة بكثير من المقدرات التي لا حصل لها من ذهب من فضة من أورانيوم من غذاء من 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 للأسف الشديد الآن تأتي الجزائر في ظل هذا المعطى الجديد في ظل هذا نقدر نقول التودد الإفريقي صوب الجزائر أنها تأخذ كثير من الدول الأفريقية للأسف الشديد رح تنتبه نوع من موجة المجاعة خاصة يعني بعد كورونا تعطل الانتاجية لديهم وهي معطلة بالأساس لذلك كان هناك بعدين أساسين البعد نتاع المقايضة أما جاء شبه الذي أخذ نوع من التجارة البينية مع بقية الدول الأفريقية المجاورة لنا دون دخول في إجراءات الجمهورية ودعم للجزائر وهذه الدول التي تحتاج لمساعدات هو دعم من الجزائر لكن دعم مبطن محاولة استصلاح بعض الحقول النفطية وعلى بعضها من طرف سناطراك وهذا سناطراك تقريبا منذ عشريتين وهي متواجدة في النيجر متواجدة في الكونغو ومتواجدة في السودان حتى مسألة التكوين ونقل الخبرة إلى إفريقيا هي أمور مهمة جدا فيها اتفاقات يعني معظم الكوادر وزارات داخلية والإدارات المحلية في أفريقيا هم مكونون هنا في الجزائر معظم الكوادر الاقتصادية وغيرها أيضا مكونون هنا في الجزائر وبالتالي لما تنفتح الجزائر لأفريقيا فهو تتويج لسياساتها السابقة والآن أفريقيا عندها ثقة مطلقة في الشريك الجزائري والآن الجزائر عندها ملاء آملية عندها قدرة إنتاجية عندها استيعاب تكنولوجي متميز في كثير من القطاعات ستسخر إن شاء الله في هذا المعطاء خاصة في المعطيين الأساسيين اللي هو الطاقة والغذاء بالإضافة إلى الطاقة والغذاء وكنت ذكرت مسألة منطقة تبادل الحر الإفريقية هي مهمة جدا ما هي أبعاد تواجد هذه المنطقة على الدول الإفريقية رح تنمي بشكل كبير حركة التجارة خاصة أنه فيه تركيز من طرف الجزائر في آخر اجتماع للوزارة ليس آخر لكن في اجتماع التاسع أكتوبر رئيس الجمهورية أمرة باستحداث مناطق تجارة حرة في الولايات الجنوبية الحدودية نعم من أجل رفع نسبة المبادلات التجارية مع الدول الجوار ومع الدول الإفريقية بشكل عام منطقة تجارة الحرة تسمح بانتقال بعض السنين المحددة برسوم مخفضة حتى تستفيد دول من بعض من يدخل في إطار الميزة النسبية بعض المنتجات تكلفتها تصنيحها منخفضة في الجزائر مقارنة بدول أخرى إفريقية وفي بعض دول إفريقية أيضا بعض المنتجات تكلفتها منخفضة مقارنة بإنتاجها في الجزائر فهنا يكون التبادل لكن هنحب نتكلم بشكل عام بصورة كلية يعني باش نشوفوا تموقع وين راحل بالنسبة لإفريقيا شارك الاقتصادي الأول الإفريقية هو الصين شارك الاقتصادي الثاني لإفريقيا هي تركيا من المهم جدا بالنسبة للجزائر أن تعمل مع الصين ومع تركيا يعني أي مشروع صيني في إفريقيا من المهم أنه تكون جزائر متواجدة نعم شارك معه هذا هو الضبر الدبلوماسي اقتصادي يجب أن تتبع وتتنسق مع وزير الخارجية مع وزير الصناعة مع وزير التجارة أي مشروع تركيا خاصة أنه تركيا دولة قوية في مجال مقاولاتية مجموعة أرباح الشركات التركية في الخارج هي الأعلى عالميا لما تتواجد في الخارج ما تحققهم من أرباح في مجال البناء والتشير المقاولاتية هي الأفضل فأي مشروع تركي استثماري في إفريقيا مهم بالنسبة للدبلوماسي اقتصادية أن نتبع هذا المشاريع لماذا؟ لأنه باش نختصروا الوقت والمال والجهد لازم نعملهم مع الكبار الشركة الأول في الصين الشركة الثانية تركيا مهم أن نعمل ننسق معهم حتى ندخل إلى إفريقيا مع الأقوياء لأن العمل تقريباً في عصر التكتولات مثل إنظام إلى البريكس في مجموعة جيسات جي 20 إلى غداء مهم نعمل تحالف شراكة المهم نبدأ نفكر في كيفية العمل مع تركيا والصين اللي هم الشركة الثانية لما لا تكون جزاريا الشركة الثالث لإفريقيا خاصة تملك كل مقومات التي تسمح لها أن تكون شريك فعال من أفكار من مواد أولية التي هي مسألة أيضاً أصبحت أطلح القوة نعم من أين أنت ذكرت نقطة مهمة أننا في مرحلة البداية ولا بد أن نعرف من أين نبدأ نعم نحن في مرحلة البداية بدينا وضع خطوط نقل بحرية خطوط نقل الجوية الآن بدينا نركز على إفريقيا ولكن لأننا في البداية نقدم بعض المقترحات ما دمرنا في البداية وضعنا خطان يهائية فمهم أن نعمل مع الكبار حتى نختص الوقت ونضع خبرة على الشركة الصينية لديه خبرة كبيرة في إفريقيا رغم بعد المسافة الشركة التوركية أيضاً لديه خبرة كبيرة في إفريقيا لنجب أن نشوفوا الدبلوماسية اقتصادية ونظام المعلومات الاستخباراتي كيف يمكن أن يجيب لنا المعلومات الخاصة بإفريقيا مع الشركاء الحقيقيين وشركاء الأوائل لإفريقيا نعم دكتور حاجة أيضاً سمعة الجزائر في إفريقيا وحتى في العالم وكما ذكر قبل الدكتور ترطار أنها تتميز بالجدية والالتزام في علاقاتها المختلفة هذا أمر بسم الله الرحمن الرحيم إن الصلاة كانت على المؤمنين كتاباً موقوتاً صدق الله العظيم الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الصلاة 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 حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الصلاة 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 هذه الطاقة وزير الطاقة من ناحية المتحدة من ناحية المتحدة الإمكانية المتحدة ناحية المتحدة ناحية المتحدة ناحية المتحدة ناحية المتحدة ناحية المتحدة كما قالت كما قالت الدكتورة حجلي هذا الانتقال الطاقوي وكان وزير الطاقة خلال هذا اللقاء أكد أنه لا يمكن أن يتحقق هذا الانتقال الطاقوي إلا من خلال زيادة الاستثمار العالمي الذي يجب أن يدعم هذا الانتقال من خلال مختلف هذه المشاريع الكبرى التي هي مكلفة جدا ويوضح لنا الأمر أيضا دكتور خرشي حتى يتأملي في الحقيقة كلام السيد الوزير هو مبني على منطق مبني على تجربة معطيات نعم ميدانية شفنا مثلا أن أوروبا قبل الحرب الروسية الأوكرانية كانت تتشدق باللي وصلت إلى درجات متفاوتها من حيث الإنتاج الطاقوي البديل وكذا وتكلمنا لا إمكانية نقل تجربتها إلينا بأموال كبيرة وكذا لكن لما جات الحرب وعرت أوروبا الحقيقة ظهر باللي ما عندهم لا إنتاج طاقوي بديل ولا هم يحزنون ورجعوا لاستخدام الفحم وبالتالي لذلك الأمر هو يطلب أولا تكنولوجيا عالية كما كانت زميلة يطلب استثمارات كبيرة وهذا ربما لخلى الجزائر طبعا مع سورة ترك أنهم يحيوا الاتفاقية بينهم وبين شركات لونيل الإيطالية والشركة التطال الفرنسية والشركة الأمريكية والذي بعثت تقريبا أربعة مليار دولار لإستثمار المستقبلي هنا في الجزائر من خلال هذه الشركات الأربعة مع بعضها البعض هذا يعني دافع إيجابي الثاني أن الجزائر في الحقيقة تمشي رويدا رويدا تمشي يعني نقدر نقول منضبط وكذلك متزن في قضية الطاقة الطاقة بدأتها في 2010 طاقة البديلة في 2013 أيضا بدأت تنتج بعض منتجات الإيجابية وبدأت تغطي بعض المواقع في الصحر مثل الطاقة البديلة ثم جاء مشروع سولار ألف ميجاوات وهو مشروع واعد وهو قيد الإنجاز لماذا؟ لأنه يطلب استثمار كبير يطلب خبر كبير يطلب تكنولوجيا عالية ويتطلب أيضا يعني المواكبة العالم في التمشي ببطى بما يؤدي إلى استحضار البدائل نحن حقيقة لما نتكلم على الطاقة الشمسية عندنا الشمس لكن كيفية تحولها عندنا الطاقة الهيدروجينية الهيدروجينية الأخضر خاصة عندنا الماء عندنا انتشاره لكن كيف يمكن استغلاله وما هي القدرات التي تمكن صنوات رائعة وما هي تكنولوجيا التي يجب استعمالها في هذا الشأن أيضا وهذا ربما حتى تجربة صنوات رائعة مع الشركة الأفارقة من خلال توغلها في ليبيا ويبدأها في الحقيقة قدرات إيجابية مع الشركة الخليبية توغلها من خلال آخر اجتماع لرئيس المدير العام في التجمعات الإفريقية وإبداء وإيضا هذا كل ثم الاتفاق الأخير والطلب الأخير من طرف إيطاليا طبعا لما جاء مسؤولها الكبار ثم تم تبادل الزيارات بيننا وبينهم كانت أيضا طلب ملح أن الجزائر تمد إيطاليا من الكهرباء والكهرباء تحديدا إذن كل هذه المعطيات تؤهل جزائر أنها تتوغن صعوب الشركة الآخر اللي هو شرك في الضفة المقابلة الضفة المتوسطية بما يؤدي الوصول لأوروبا أوروبا الآن تحاجة مسا إلى هذا والجزائر عليها أن فقط تستغل هذه الفرصة السانحة الفرصة المثمرة اللي هي نجع على ما بعد كورونا على الركود الاقتصادي وإلى كذلك ما بعد وإلى حتى في أثناء الحرب الأوكرانية لذلك دكتور خرشي وزير الطاقة كان أصرح بأنه هذا المشاريع المتعلقة بالانتقال الطاقوي تعتبر تحدي كبير تحدي ومزيدون قلوب اللي حتمية يعني ماهوش خيار علىه لأنه نشوف منظومة استهلاك الطاقة في الجزائر تقريبا ربما واحد بالمئة طاقة ناطيفة باقي كله يعني الطاقة حفورية حفورية نعم طاقة حفورية متناقصة مع مرور الوقت غير متجديدة في نفس الوقت عدنا نمو سكاني ثمانية تزايدنا حيكون في يعني راضي سنويا تقريبا مليون راضي سنويا حيكون في طالب كبير على الطاقة مستقبلا وإنتاجها من الطاقة حفورية منخفض ومنحق الأجيال القادمة أن نحافظ لها على يعني ما تجده من هذه الطاقة مستقبلا طاقة حفورية تطلب دائما من المزيد من الاستكشافات حيث أن ترك خصصة 40 مليار دولار استثمار على أربع سنوات 2022 حتى 2026 لأنه والأمر مكلف يعني باش دير تنقيب وتستكشف إلى غير فالانتقال التقاوي أصبح أكثر من ضرور يعني حتميا ما نقدروش نخيره أسكو نروحون لازم نروحوا لانتقال التقاوي ثم النقطة الثانية هو أنه على نروح أننا نستفيد من الطاقة الحفورية بمعنى أن نعتمد على الطاقة النظيفة هنا في الجزائر والمتجددة على أساس أنه برامير النفط الغاز طبيعي مصدروا الخارج باش نحصلوا على العمل الصعب نرفع في احتياطي الصرف ثم أيضا مشكلة تكنولوجيا الخاص بطاقة نظيفة من المفروض أنه يحل على مستوى الستارتوب شركة ناشئة جزائر ستارتوب ومن عندهم نموذج أعمال غائمة على الإبداع على الإبتكار هنا المهم أيضا نعاون نذكر الدبلوماسية اقتصادية لازم توفر كيفية تعاون ما بين الستارتوب آجيريا الستارتوب للشركات المتخصة في قطاع الطاقة باش يلقوا حلول تكنولوجيا لكيفية الانتقال الطاقوي فالموضوع هذا يعني تعال الطاقة أيضا نعاون نرجع للدبلوماسية اقتصادية لازم نبحث عن الشركاء ليوفرون التمويل بالغاز نيجيريا نيجير الجزائر البعض يرجع الأمر لماذا لم يتقدم بسرعة المطلوبة ويتقدم ولكن السرعة ليس بسرعة المطلوبة مشكلة تمويل خاصة منسبة لدولة النيجير هنا الدبلوماسية اقتصادية الجزائر لازم تبحث تتفاوض مع أوروبا خاصة أن أوروبا الآن كاين بعض الدول أبدأت رغبتها استعداد لتمويل هذا المشروع بحاجة إلى هذه التقاف تراجع إمدادات الغاز الروسية وكاين من جموعة عوامل لازم نجمحان حددها بتقاح حتى نصل الأهداف لذلك الجزائر تدعو مرارا وتكرارا وخاصة في هذا الملتقى أنه لابد من وجود هناك شركات تكون ناجعة يجب من البحث وسريعة وتكون الأداء بحسب الطلب بالفعل وحتى الحاضرين كان فيها رؤساء منظمات دولية ورؤساء منظمات خاصة بتمويل الدولي إلى غير ذلك الفرصة كانت مواتية من خلال تواجد الوزير الأول وحتى الوزير الدولة نيجر إعادة الحديث عن كيفية توفير تمويل الكافي لهذا المشروع حتى بعض الدول الأوروبية كما ذكر الأستاذ متقدمين في الستارتوف شركات الناشئة والابتكارات التكنولوجية لتسهلك عملية الانتقال التقاوي لأنها صعبة من ناحية التكنولوجيا ومكلفة أيضا من ناحية المالية دكتورة حاج لما نتحدث على هذا المجال الذي أصبح يطغى على العالم والتفكير فيه أصبح الأولوية خاصة بعد الأزمة الروسية الأوكرانية موازين القوى تغيرت وحتى المعطايات تغيرت وأصبحت كل الدول تبحث عن مصادر مضمونة وأقل تكلفة لهذا المورد المهم وهي الطاقة الجزائر اليوم تعمل بكل ثقة لها حتى تكون هناك شركة في إطار رابح رابح أكيد ولكن أيضا بشروطها هي الجزائر اليوم لها كل الإمكانيات أن تتعامل مع هذه الدول بنيدية فعلا الجزائر فاعل مهم جدا في معادلة الطاقة على الصعيد العالمي لأنها في أريحية طاقية إلى حد ساعة هذه مخزوناتها الأحفورية سواء المستغلة أو غير المستغلة احتياطيتها كافية لأنها أولا تلبي الطلب الداخلي وكذلك تجعل من الطاقة مصدرا لجلب العملة الصعبة ومصدرا كذلك لأن تكون فاعلا في توازنات القوى هذا الموقف يجعل من الجزائر يعني تعقد شراكات بما يخدم مصالحها الاستراتيجية في المكامل في الأماكن التي تحتاج تدعيما بطبيعة الحال من خلال التعاون الدولي هذا هو منطقة للعالم اليوم الدولة لا يمكن لها أن تكون وحيدة في العالم وتلبي كل احتياجتها بمنع عن التعامل ولكن لما تكون عندك نقاط قوة أو ورقة ضغط يجب أن تستعمل في صالح خدمة المصلحة العامة والتوجه العام للدولة بالنسبة للاستراتيجية وأعود لنقطة الاستدامة في الطاقة في عجلة حتى يتسنى بالدكتور ترطار أنه يتدخل في هذه النقطة نقطة مهمة جدا فيما يخص الاستراتيجية التي تحدث عنها الوزير وتتحدث عنها الكثير من الدراسات هي تبدأ أولا بالحفاظ على ما هو متاح لأن الانتقال الطاقوي تطلب وقتا وتكنولوجيا وفصلنا فيه الحفاظ على ما هو متاح لأننا في الجزائر استهلاكنا للطاقة يتسم بالاستنزاف ولا نفصل بين الاستهلاك المخصص للصناعة وبين المخصص للمواطن في إطار العدالة الاجتماعية لهذا هي نفس المؤسسات التي تحدثت لعنها سابقا تستنزف هذه الطاقة بصفة غير مباشرة يعني من دون أي وجه حق تدفع ثمن المدعم وهي تنشط نشاط اقتصادي فهذه أحد أبواب استنزاف طاقة إعادة رؤية فيما يتعلق بتسعيرة الطاقة بالنسبة للاستيلاك المخصص للمواطن وللشركات والمؤسسة وللمجال الصناعي والفلاحي أيضا مهم جدا دكتور تلطار يعني في 30 ثانية ممكن أن نتحدث على هذا التموقع الجديد للجزائر في المجال الطاقوي أعتقد الجزائر الآن في ظل الظروف الحالية الظروف الجيوسياسية القائمة الآن تتموقع بشكل إيجابي وإيجابي جدا سواء من خلال وضحها في مجموعة أوبيك بلوس سواء من خلال وضحها في مجموعة أوبيك العربية ولا حتى في وضحها في مجموعة أوبيك بصرعة ما طبعا من خلال إنتاجها الواعد واستكشافاتها الواضحة المعلومة في سنة واحدة وصلنا إلى 8 استكشافات في سنة واحدة شغلنا زوز أو 2 أبار واعدة خلال هذين الشهر للأخيرين كذلك بالنسبة للغاز يعني هناك استكشافات ولها يعني كل الإمكانية في جزائر اليوم المرتبة السابعة قادرين نزل المرتبة السادسة عالمين وهي تعمل في هذا الإطار دكتور كل هذه المعطيات من خلال يعني التمشي الإيجابي التي طلعت في الجزائر خاصة من خلال وزارة الطاقة يعني هناك تمشي خارق للعادة هناك عمل كبير محاولة استخدام بالدولة محاولة استخدام بالآخر سواء كان في العالم المتقدم اللي هو شركة الدولية وبالتالي دخولها الجزائر هنا في سياق تعامل بالندية وكذلك من خلال توضي صوب أفريقيا وصوب بقية العالم استسمحك لم يتبقى من وقت البرنامج سوف تكون لنا فرص أخرى لتفصيل أكثر في هذا المجال المهم إذن في الختام أشكر الدكتورة أمال حاج وسائل العلم السياسية والعلاقات الدولية على تلبية الدعواء شكر موصول أيضا للخبير الاقتصادي المهتم بالشأن الطاقوي الدكتور أحمد طرطار أشكر أيضا جزيلا المحلل الاقتصادي الدكتور إسحاق خرشي شكرا جزيلا لكم على تلبية الدعواء في الختام أشكركم على كرم المتابعة كانت معكم في الإشراف ملك السوت وفي الإخراج مروان فراح نلقاكم الأسبوع القادم إن شاء الله سلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة